نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة مدى فترة العمل بقانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج بعد الرابع عشر من مارس المقبل ووضح المركز أن عدد المتقدمين للاستفادة من القانون وصل إلى أكثر من 35 ألف حساب مشيراً لأنه تم تشكيل غرفة عمليات تضم مدير جمرك السيارات بمختلف المنافذ الجمركية بما يضمن سرعة الإفراج الجمركي والتدخل الفوري لتذليل أي عقبات شكراً للمشاهدة